تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات من الحفاظ على اللقاب والذي فازت به في النسختين للماضيتين وشكر سوفيا المسرار جميع الأطقم التقنية والإدارية واللعابين على المجهودات التي قاموا بها للفوز بهذا اللقاب بدورها عبر السيد شامد كيك مدرب المنتخب الوطني المغربي عن سعادته لقيادة الفريق الوطني للفوز بكأس إفريقي للمرة الثالثة على التوالي مؤكدا قيمة اللقاب ازدادت بتهنئة صاحب الجلال الملك محمد السادس وفي نفس السياق أبرز فوز القجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الدور المتبصر لصاحب الجلال الملك محمد السادس في الإنجازات التي تحققها الكرة المغربية وآخرها الفوز بكأس إفريقيا للأمم داخل القاعة وهنأ فوز القجاع جميع أعضاء الفريق الوطني لكرة القدم على المستوى الجيد الذي أظهرت النخبة الوطنية في كأس إفريقيا والتي وصفها بالنموذجية أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم أمس بيانا بخصوص مباراة نهضة بركان أمام مضيف اتحاد العاصمة الجزائري لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الكاف وجاء في بيان الكاف لم تلعب مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالي الإفريقي لكرة القدم بين اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي يوم الأحدى الواحد والعشرين من أبريل في الجزائر العاصمة مثلما كان مقررا وتبع البلاغ ستحال القضية على الهيئات المختصة وتعتذر الكاف عن أي إزعاج لاحق برعاتنا وشركائنا التليفزيونيين والجماهير الجدير بالذكر أن مسألة عدم نزول الحكام ومرقب المباراة المذكورة إلى أرضية الملعب 5 جوليا يعد نسبيا إنصافا لفريق نهضة بركان وما سيعتبر اتحاد العاصمة خسرا بثلاثة أهدف لسفره فاز أنتر ميلون إيطالي على غريم التقليد ومنفسه أسيميلون على لقب الدور الإيطالي بهدفين مقابل هدف ديربي الغضب الذي جرى يوم أمس بملعب جوسيبي ميازا وتمكن الأنتر من افتتاح حصة التسجيل بواسطة فرانسيسكو أتشربي في الدقيقة الثامنة عشر من رأسية بديعة استقرات في شباك أسيميلون وحاول أسيميلون وقوف لصد دفاع فريق أنتر ميلون إلا أنه فشل في ذلك لستستقبل شباكه هدفا ثانيا في الدقيقة الخمسين وبغت بالمقابل أسيميلون ومضيفه الأنتر بهدف قلص بالفارق في الدقيقة الثمانين بهذا الانتصار الأنتر يضمن لقبا جديدا للدور الإيطالي الكرشو قبل خمس جولات من نهاية البطولة ليصبح الفارق بينه وبين مطارده على الصدر أسيميلون سبعة عشر نقطة إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختام نشرة الرياضة بين الشوطين إليكم أطيب التحيات إلى اللقاء